موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للمستوى الخامس حيث سنستكشف اليوم مساحة المثلت كما سنستنتج مساحة متلت قائم الزاوية ومساحة متلت منفرج الزاوية فتابعوا معنا أولا مساحة متوازي الأضلع فلنتذكر معنا أعزائي التلاميذ مساحة متوازي الأضلع والتي هي القاعدة في الارتفاع ثانيا استكشاف مساحة المثلت نعتبر متوازي الأضلع A, B, C, D ذو الارتفاع H والقاعدة B كما تعرفنا سابقا أعزائي التلاميذ مساحة هذا المتوازي الأضلع هي S, A تساوي H في B ثم نقوم برسم القطر A, C سنحصل على متلة A, C, D الذي يمثل نصف مساحة متوازي الأضلع استنتجوا إذن أن مساحة A, C, D هي A, C, D مقسومة على إثنان إذن يمكننا أن نستنتج أعزائي التلاميذ أن مساحة المثلت هي الارتفاع في القاعدة مقسومة على إثنان نستنتج إذن أن مساحة المثلت هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على إثنان ثالثا مساحة المثلت قائم الزاوية نعتبر المثلة A, B, C, A القائم الزاوية لحساب مساحته فإننا نطبق القانون الذي تعرفنا عليه سابقا القاعدة في الارتفاع مقسومة على إثنان فلنحدد معا قاعدة وارتفاع هذا المثلت نعم كما تشاهدون فإن A, C, A تمثل الارتفاع بينما تمثل C, A, B, A القاعدة مساحة هذا المثلت هي A, C, A في C, A, B, A مقسومة على إثنان رابعا مساحة مثلت منفرج الزاوية نعتبر المثلتة A, B, C, A المنفرج الزاوية لحساب مساحته فإننا نطبق قاعدة التي تعرفنا عليها سابقا وهي الارتفاع في القاعدة مقسومة على إثنان إذن لحساب مساحة هذا المثلت يجب أن نحدد القاعدة والارتفاع كما تشاهدون في الرسم فإن A تمثل الارتفاع بينما تمثل B, C, D القاعدة لمساحة هذا المثلت S تساوي A, C في B, C مقسومة على إثنان في آخر هذا الدرس أعزائي التلاميذ أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في أمل اللقاء بكم في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر